مثلت أمينة الدولة في المالية والميزانية سيدة بناتة شاليسو وزير الاقتصاد والتخطيط التنمي في افتتاح عمال فعاليات الانطلاق الرسمية لنشاطات مشروع دعم نزع الألغام والتنمية والحماية الاجتماعية وذلك بحضور ممثلة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ورؤساء المنظمات غير الحكومية المناسبة كانت بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية تقرير محمد حسن آدم للمرة الثانية بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي وبالشراكة مع منذوبية الاتحاد الأوروبي لدى البلاد جاءت الانطلاقة الرسمية لمشروع دعم نزع الألغام والتنمية وحماية الشرائح الضائفة بالمناطق الشمالية والغربية بالبلاد وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال نزع الألغام والمواد المتفجرة وتحت إشراف المفاوضية الوطنية العليا لنزع الألغام حج سين دي ممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي وين شارعه جدد التزام ووقوف الاتحاد الأوروبي دائما بجانب الحكومة الشادية لتمويل البرامج والمشاريع الخاصة بتحسين الحياة المعيشية للسكان لأسيما المتضررين من الألغام والزخائر الحية ممثل المنظمات غير الحكومية الجهة المنفذة للمشروع جام بير دوليميه في مداخلاته قال إن هذا المشروع تتمحور عن شتاته حول أربع محاور أساسية وهي نزع الألغام والتوئية وتقديم الرعاية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية لضهايا الألغام فضلاً أن تمويل المشاريع الإنمائية المحلية أمينة الدولة في المالية والميزانية بناتا شاليسو قالت إن هذه البادرة توافق مع أسياسة الحكومة الرامية إلى جأل شات خالية من الألغام كما طلبت من اللجنة المكلفة بتسيير هذا المشروع تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية للمتضررين هذا وننوه بأن أعمال ونشاطات هذا المشروع ستستمر لمدة عربع سنوات أقدت صباح اليوم منظمات المجتمع المدني بشاد ورشا حول مكافحة التطرف والتي تنظمت بالتعاون مع برنامج المتحدة للتنمية وشارك في الورش عدد ممثلين جمعيات المجتمع المدني بشاد المناسبة الافتتاحية حضرها الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي تقرير محمد طهر صالح حسين يعتبر الغلو والتطرف والعنف من أوجه الإرهاب الذي بات يستشري في العالم بشكل متنامي في المعمورة الأمر الذي جعل دول الساحل الخمس وهيشات وموريتانيا والنجر ومالي وبوركنافاسو أن توحد جهودها لتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بوضع ورش وستراتيجيات لقادة المجتمع المدني دون الحيلولة للتفشي هذا التطرف والإرهاب وكبح جماه واستئصال منابعه وقد ضمت هذه الورشة مختلف شرائح المجتمع المدني بأطيافها المختلفة من أجل وضع قطة واستراتيجيات وطنية تساعد الدول المعنية لمحاربة الإرهاب ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية قال إن منظمة البحيرة تشهد اضطرابات أمنية منذ عام 2011 وهذه الاضطرابات تحولت إلى أحداث عنف عاليمة تطلبت تضافر جهود الدول الساحلية الخمس لوقف العنف وهذا يستدعي مشاركة قادة المجتمع المدني بوضع قطة واستراتيجيات كفيلة بهذا الأمر الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي طاهر ولي حسن قال إن إقامة هذه الورش لهي كفيلة ببناء جسر استراتيجي لمجتمعات المجتمع المدني وهذه الاستراتيجية تسمح لشات بعداد خطة وطنية تعتمد عليها في محاربة الإرهاب إقليميا ودوليا وأضاف أن شات ساهمت في استقرار السلم والأمن الدوليين وضحت بكل غال ونفيس من أجل محاربة الإرهاب والتطرف كما أشاد بجهود البرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدعمه المتواصل في هذه الخطة الاستراتيجية وطلب من المشاركين الاستفادة من الورشة والخروج بنتائج طيبة تساعد شات في هذه الخطة الدولية ترجمة نانسي قنقر